منها بقى للجامعة العربية وقرار ترامب ينصف عملية السلام واجتماع طارق يوم السبت اللي جاي صرح السفير محمود عفيفي المتحدث باسم جامعة الدول العربية أن الأردن دعت لاجتماع وزاري طارق يوم السبت المقبل بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة الإسرائيل أضف عفيفي أن الطلب ده تم تعميمه على كل الأعضاء بالجامعة العربية وأكد أن المشاورات بدأت بين الدول والسادة الوزراء بخصوص الاجتماع تابع عفيفي أيضا أن الجامعة بترفض قرار ترامب وبيعد هذا القرار استفزاز للمنطقة العربية بالكامل بيضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية وبينصف بعملية السلام والحق الفلسطيني وأكد أن القدس هي القضية الرئيسية في التسوية العربية مع إسرائيل كان السفير أحمد أبو الغيت الأمين العام لجامعة الدول العربية قد انتقد بأشد العبارات اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إليها أضاف الأمين العام أيضا في تصريحات صحفية أمس الأربعاء أن المكان الديني للقدس في قلب العرب جميعا مسلمين ومسيحيين طيب للتعليق مشاهدينا معانا السيد حسن عصفور وزير سابق بالحكومة الفلسطينية سيد حسن صباح الخير صباح الخير لكم المستمعين مصر والعالم العربي أهلا بك فان طيب أنا عايز أسمع الأول من سيادتك بس يعني تحليل للموقف إحنا طبعا العالم كله رافض هذا القرار وإحنا طبعا كمصر بنرفض هذا القرار تماما والقرار أغضب الجميع وفي وجهة نظر يا فاندم بتقول أن دونالد ترامب ليس إلا منفزا لقرار إسرائيل هو لم يتخذ القرار من نفسه تفضل يا فاندم أولا هذا الحكي غير دقيع على الإطلاق ومن يقول أنه ينفذ تعليمات إسرائيل هو يريد أن يحرب من تحميل أمريكا مسؤولية هذا القرار وهذه نظرية بعض العرب دائما يرددوها منذ زمن معين لتبرير استمرار إلا قاتل بأمريكا على حساب الحق السياسي دواعي العربي أو الفلسطيني يعني حضرتك شايف أن القرار أمريكي 100% حتى إن رفضت بعض الأحزاب الأمريكية هذا القرار فهو يعني رفض سوري يعني أمريكا هي الراعي لأسرائيل مش العكس مش العكس تمام أمريكا الرائع الرسمي لإسرائيل وبدون أمريكا لإسرائيل كانت تنتهي تنامي في كثير من القضايا بالأمس خطورة ما قالوا بالأمس ليس فقط هو حديث عن نقل السفارة إلى القدس الغربية أو الإعتراف بالقدس الغربية كعاصمة هو تحدث عن تهويت مدينة القدس باعتبار أن هذه مكانة يهودية منذ 3000 عام هذه للأسف ما لم ينتبه له رئيس الشعب الفلسطيني المفهول أو كثير من العرب خطر ليس في نقله فقط الأخطر هو التهويت الذي تحدث عنه وهذه النظرية القادلة تهويت القدس وبالتالي تهويت جزء من المقدسات التي دفع ياسر عرفات حياته من أجل ذلك هذا الموضوع الذي كان على الرئيس الشعب الفلسطين قال يقول له لا للتهويت لا للتهويت لا في القدس ولا في المناطق المقدسة الآن يمحط عن إقامة الهيكل على حساب الحرم القدس الشريف بالمناسبة يعني عشان الناس ما تقول والله إحنا القدس والمقدسات بعدين يطلوا أحالهم إلى أول هيكل هو الموجود طيب أنا يا فندم دلوقتي عايزة أفهم التحركات اللي المفروض تتخذ للتصدي لهذا القرار الجائر حضرتك تتوقعها إزاي والمفروض بقى تبقى إزاي لا أتوقعها لا لا يوجد توقع لنأعلن فيه اجتماع للجامعة العربية لا معلش فندم يعني إيه ما فيهش توقع ما فيهش توقع لإيه أعلنوا أن الجامعة العربية ستلتق يوم السبت مجلس الأمن سيلتقي يوم الجمعة هنعمل إيه يا فندم يوم السبت هنشقوا بوانودين أنا أعتقد ذلك لن يأخذ هنا قرار رسمي عربي جدي تجاه تعليق العلاقات مع أميركا ليه؟ ليه يا فندم؟ لأنه غير قادرين وترامب بلقهم قبل أن يأخذوا القرار اتصل بالعربة وتصل برئيسة فلسطينة قال له أنا سأعمل لم يأخذ أي قرار مسبقة حتى طيب سيد حسن ليه ما نفكرش في سلاح المقاطعة لأن يعني منظمات المجتمع المدني وبعض النقابات شايف هذا يعني شايف أن السلاح المقاطعة وبالفعل بصدت تنفيذه إحنا ليه ما نفكرش في هذا السلاح هو السلاح مجربي أنا بعتقد بعد 56 عدوان على مصر بعتقد أن الأمة العربية جميحة خرجت لتساعدة قصر في مركبها وعملت حركة مقاطعة شاملة للمصالح الاستعمارية في حينه الآن المليات المتحدة الأمريكية أي غضب حقيقي نحو مقاطعة أمريكا مش فقط مصالحها تعليق العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا ثم تعليق كل العلاقات الاقتصادية بشكل أو بآخر ومقاطعة كل الوفود الأمريكية بما في مقاطعة لائب الرئيس الأمريكي يعلن أنك شخص غير مرغوب بك في المنطقة العربية ساحب السمتين الفلسطيني على الأقل من هناك اتخاذ إجراءات فلسطينية قبل العربية نحو النات المتحدة الأمريكية إعلان رسمي من جامعة الدول العربية أشتبت قادم أن جامعة الدول العربية تعلق مبادرة السلام العربية إلى حين توفير شريف طب يا فندم كده أنا عايزة أفهم حاجة مستقبل عملية السلام المفروض أن ده تقويد لعملية السلام هل حضرتك متوقع أن مثلا فلسطين تنسحب من العملية السلام ولا ده إيه بالضبط ما فيش عملية السلام منذ قتل يواصل عرفات آخر آخر مفاورات حالك شايفي ما فيش أصلا عملية سلام واقعا مش موجود منه الوضع ده اسمه إيه الوضع ده اسمه إيه فن حك كلام عك كلام عك سياسي هذا آخر شيء يمكن أن يوصف أنه عملية سياسية آخر تفاوضات حقيقية مع الأميركان والإسرائيليين كانت عام 2000 في كام دعمي والتي رفض ياسر عرفات في حينه أي مساج للمسجد الأقصى وتهويده ودفع حياته تمنى لها ورفع شعار الشهيد على القدس رايحين سهداء بالملايين ما أعلم أنني أفكر وأنني سأفعل وقف في المقاطع وهو محاصر وأعلم أن القدس هي أيقونة اجتهاد الفلسطينية ودونها لما كان لأي علاقة مع الأميركان والإسرائيل بشكرك يا فندم على تحليلك السيد حسن عصفور وزير الوزير السابق بالحكومة الفلسطينية درأ أي سيد حسن عصفور أن أمريكا من تحرك إسرائيل وفي بعض المحللين شايفين العكس شايفين الإسرائيل هي اللي بتحرك أمريكا السيد حسن عصفور قال أن قرار أن الرفض الأمريكي أو رفض بعض الهيئات الأمريكية رفض سوري فقط هنا في حاجة بتقول لا لأن نيويورك تايمز قالت أن خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اللي اعتراف بقدس عصمة الإسرائيل بتصير اضطرابات شديدة في أنحاء الشرق الأوسط وأضافت وصحيفة نيويورك تايمز على فكرة